نظمت مدرية الصحاب دميات قافلة طبية بعزمة منزين التابعة لقرية ناصرية وتم توقيع الكشف الطبيع على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة عادية وسونار النهاردة في القافلة موجود 11 عيادة تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود طبيب أغصائي واستشاري معنا فريق طبي من الأطباء والأغصائيين والاستشاريين والسادل والتمريد كلهم على أعلى مستوى هدفهم أن هم يقدموا خدمة طبية بجودة عالية للمريد دورة المريد بتبدأ في القافلة من أول شباك التذاكر المريد بيقطع التذكرة الخاصة به طبعا ده بيتقدم له مجانا بعدها بيتوجه للعيادة اللي مطلوب الكشف فيها الطبيب يكشف عليه لو الطبيب شايف أن المريد محتاج يتحول عيادة تانية بتحويل داخلي فبيحولوا للعيادة تانية عشان المريد يقدر ياخد خدمته من كشف أو علاج لو الطبيب برضو شايف أن المريد محتاج عشان نقدر ناخد قرار صائب طبي ناحية المريد إن احنا ممكن نعمله أشعة عادية أو صنار في القافلة فبيوجهه القسم الأشعة لو محتاج تحليل بنوجهه القسم المعمل عشان يقدر يعمل التحليل التبي الخاصة به نهاية دورة المريد في القافلة بتنتهي في الصيدلية اللي فيها أكتر من 150 صنف دوائي بيغطوا كل التخصصات التبية اللي موجودة معنا القافلة الطبية دي تاني مرة جي لنا السنة دي من خلال ثلاث شهور كانت موجودة هنا كل التخصصات الطبية طبعا القافلة الطبية بتغطي في النصرية ومجموعة القرى المحيطة بنا تابع القافلة الطبية تابع وزارة الصحة بدعم وإشراف رئيس الجمهورية رئيس عبد فتاح السيسي أنا جيت وقطعت كشف حوليني كشفين وتحليل والكافلة حلوة والناس حلوين وعملين الواجب